احبطت ادارة جمارك المنافذ البحرية بشؤون الجمارك عملية تهريب مواد مخدرة تم حشها داخل شحنة من البطاطس واردة في حاوية من احدى الدول الاسيوية وعلى الفور تم ابلاغ ادارة مكافحة المخدرات بالادارة العامة للمباحث والادلة الجنائية والتي قامت بتشكيل فريق امني انتقل للموقع وباشر الاجراءات الامنية والقانونية لازمة حيث اثبتت الادلة المادية وجود ما يزيد على 33 كيلو جراما من مادتي الحشيش والشبو المخدرتين تقدر قيمتها السوقية بحوالي 700 الف دينار داخل شحنة بطاطس واسفرت اعمال البحث والتحري التي تم مباشرتها للكشف عن ملابسات القضية عن تحديد هوية مالك الشركة المستوردة للشحنة وهو اسيوي خارج البحرين وكذلك عدد من الوسطاء المتورطين في عملية التهريب وتخليص الاجراءات ونقل الشحنة الى مخازن احد المحلات التجارية وقد تم القبض على ستة من المشتبه بتورطهم في القضية ليحمل اغلبهم جنسية الدولة الواردة منها شحنة بينهم شقيق صاحب الشركة المستوردة ووسطاء في عملية التهريب فيما تتواصل اعمال البحث والتحري للقبض على اثنين اخرين خارج البلاد هذا وقد قامت الادارة العامة للمباحث والادلة الجنائية باتخاذ الاجراءات القانونية المقررة واحالة القضية للنيابة العامة اشتركوا في القناة